أثناء وجودي بالبصرة تعرف نحن عين ورقيب نراقب القضايا في منطقة السورجي هناك جامع تراثي هذا الجامع اللي يشوفونه أمامكم معروض أنا قلت للمصور المراسل المالطني صور اللياه هذا المنطقة في منطقة السراجي في البصرة هذا الجامع إذا الشباب ينطوني هذا جامع تراثي من الجوامع المهمة والمحترمة في مدينة البصرة مشكلة هذا الجامع أنه جاي المنارة مالت في نص الشارع إذا تنطوني هذه اللقطة يا عمر أنه كيف المنارة جاية بنص الشارع وتعرقل سير المواطنين يعني أنتم تشوفون بس له الفيديو يعني زين هذا الآن الشارع يعني بثلس سايدات لما يجي إلى منطقة الجامع اللي هو حسب ما اسمعت أو أنا سألت عمره 800 إلى 850 سنة هذا من الثروات المهمة لكن من يجي إلى هذه المنطقة منطقة المنارة يضيق الشارع يصير تعبر سيارة سيارة وهذا يسبب زخم مروري جدا عالي والبصرة اليوم تعداتها من 4 إلى 5 مليون شوفوا المشاهدين الكرام شلون هذا الشارع الضيق الفتحة من جهة المنارة السيد المحافظ اتحدث مع الأخوة بالوقف السني قالهم يا أبا أنا ما أقدر أفرض عليكم لكن أنا أقترح عليكم الجامع عزيز عليكم وعزيز علينا أنا على استعداد مع هيئة الآثار وأم مختصين أن أرجع المنارة إلى الخلف 3 أربع خمس أمتار حتى أقدر أفتح الطريق وصير بإنسيابية وأرقمها طابوقة طابوقة حجرة حجرة بلوكة بلوكة وأرجحها مثل ما كانت مثل ما هي دون المساس بالشكل أو بالتصميم الأساسي وتبقى لكن يعني يبدو الأخوة بالوقف السني قد تأخروا كثيرا بالإجابة الجامعة الوقف السني اللي موجودين بالبصرة ينتظرون الوقف السني اللي موجود في بغداد الإدارة العامة نحن اللي نقول أخوان تراثنا مهم وأهم شيء لكن بالمقابل عندنا مثل يقول اللي يحتاج البيت يحرم على الجامعة شنف ضير إذا الوقف السني سواء في البصرة أو في بغداد أن يرجع المنارة بحدود ثلاثة أربعة مع شرط الحفاظ على شكلها وتاريخها ومعالمها إذا تعهد السيد الشيخ أسعد العيداني بأن يعيدها وأيضا ماكو ضير أخوان أن تقعدون مع المختصين الذين سيتم انتخابهم لغرض هذا لأنه الشوارع مكتظة يا أخوان الشوارع مكتظة مزدحمة فمن يكون أي عائق رح يسبب إرباك وضجر للمواطن وبالتالي رح تخلونا يعني يقوم يسولف سوالف غير سوالف فأمام انظار السيد رئيس الوقف السني أتمنى من حضرتك أن أتراجع هذه القضية